اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية ممولة بالكامل في تركيا ومتاحة لجميع المراحل الدراسية طيب خلينا نتعرف على التفاصيل اكتر زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي تركيا تمام والدولة طبعا غالية عن التعريف وفيها طلاب كتير جدا دوليين ومن كل الدول العربية كمان ورنك جامعتها يعني معترف بيه وجامعات قوية على مستوى العالم بالنسبة للجهة المنحة والجامعة اللي هيكون فيها دراسة اسمها تمام تأسم الجامعة اللي هيكون فيها دراسة والمقدمة لهذه المنحة الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة بكل سهولة تمام طيب المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي ممتازة جدا لانها موجهة لجميع المراحل الدراسية سواء انت عايز تدريس بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه وتحليك التقديم لو انت طالب حاليا في السنوية العامة في اخر سنة بتقدر تقدم على بكالوريوس في اخر سنة بتقدر تقدم على ماجستير في اخر سنة بتقدر تقدم على دكتوراه. يعني متاحة لجميع المراحل الدراسية آآ بكل سهولة. بالنسبة بقى للتمويل ركز بها معي عشان تمويل المنح دي سراحة ممتاز. آآ طبعا من النادر انك تلاقي منح جامعية اغلب المنح الجامعية ما بتكونش مما ولا بالكامل. المنح دي مما ولا بالكامل. تمام? آآ عندك رسوم الدراسية كاملة بالمجان انت مش تدفع اي تكاليف خالص للرسوم الدراسية. كمان عندنا في راتب شهري تلات تلاف ليرة تركية للدكتوراه والفين وخمسمائة ليرة تركية للماجستير. والبكالوريوس غير معروف الراتب الشهري. ليه حاليا? لانه بيتغير من سنة الى اخرى وبيتم تحديده آآ لما الطلاب بتبدأ الدراسة وبيوصلوا لتركيا. تمام كده? يبقى انت عندك راتب شهري كبير بتقدر كمان تستخدمه في مصاريف المعيشة. مع الراتب الشهري ومع الدراسة المجانة انت عندك سكن كمان مجانة. والسكن ده سكن ممتاز جدا. كمان بيكون مزود بالكانتين او الكافيترية بتاعت السكن مسلا. بتقدر انك تحصل على وجبات الطعام كمان في السكن بالمجان. فدي من ضمن المميزات العديدة في المنحة. كمان عندك مميزات اخرى بقى زي انك بتدرس في جامعة من افضل الجامعات حول العالم. آآ بيفتح لك سوق عمل آآ كويس جدا بعد لما تتخرج انك متخرج من دولة تركية ومن افضل الجامعات يعني مميزات عديدة. تمام? طيب كمان عندك التأمين الصحي آآ في حادث لقدر الله حدوس مرض او حادث. بيكون برضو تكاليف العلاج على حساب المنح. بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا. انا هتطلقوا هنا قائمة التخصصات. عندنا زي كده ممكن نقول تلات كليات متاحة. وجوها تخصصات فرعية. عندنا كلية الهندسة متاحة. بتقدر تلاقي الهندسة الميكانيكية. الهندسة الصناعية. هندسة الحاسوب. آآ بتلاقي تخصصات كتيرة جدا هنا. وهنا بتلاقي الباشلر دي ودي حاجة اسمها البروفيشنال بروغرامز. تمام دي احنا بناشى دعوة بها لان يعني اللي احنا هنركز عليه هو الباشلر والمستر والبيتش دي. والماجستير والدكتوراه. فانت لما تلاقي التخصص محطوط صح قدام الباشلر والمستر والبييتش دي يعني التخصص ده متاح للتلات مراحل. لو لقيت مسلا سايبر سيكيوريتي. معناه انه مش متاح للباشلر ولكن متاح للمستر والبييتش دي. هكزا. فدي قائمة التخصصات. تخصصات عديدة جدا بتقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. بالنسبة الاوراق المطلوبة في الملحة دي هي اوراق بسيطة مش معقدة. بطلوب منك صورة شخصية ليك. تمام? اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. واحنا لو انت حاليا بتدرس باخر سنة سواء سنوية عام باكاريريوس ماجستير. بتقدر تقدم على السنة بتقدر تقدم على المرحلات الدراسية الاعلى منها. وبتجيب لو انت لسه متخرجتش بتجيب شهادة او كشف درجات للسنة اللي قبلها. تمام كده? كمان مطلوب منك صورة جواز صفر بتاعك. وتعمل طبع في وتحط اتنين خطوبات توصية. تمام كده? فدي كل الاوراق المطلوبة. ولو عندك بقى شهادات تطوعات كورسات كل الحاجات دي بيتزود من طلبك. طيب اخر معادل التقديم في الملحة دي هو تمنتاشر اغسطس 2021 للماجستير والدكتوراه. وتمانية وعشرين اغسطس الفين واحد وعشرين. تمام? ده الموعيد للتقديم. كل مرحولات دراسية ولها معد الماجستير والدكتوراه لوحده والباكاليوز لوحده. تمام? هنا عندنا ملحظات ان المنحة دي ليس بي squeezing اقصر عمر. هي متاحة لجميع العمر سوى انت سنك كبير سنك صغير بتقدر بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهوة. كمان المنحة دي متاح لها التقديم لو انت في اخر سنة من السنة العامة ومجستير زي ما احنا قلنا. ومتاح التقديم لو انت مش معاك شيئلة لغة حاليا بتقدر تقدم على المنحة. ولما بتحصل على شيئلة اللغة بعد قبولك في المنحة بتقدر فيما بعد ان شاء الله ترفق شيئلة لغة. فمش مطلوبة بشكل الزامي منك دلوقتي عند التقديم. كمان عندنا هنا ملاحظات. ما تنسوش ان القناتنا قنات منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية. زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة الابو المية في المية في الصين. تمام? كمان خدمة التقديم بشكل احتراف لاي فرصة ومنحة انت عايزة. انا لا عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. آآ بالاضافة كمان خدمة تجهيز الاوراق عشان نستقدمها في التقديم لاي منحة بنفسك وخدمة التقديم على الكورسات لزيرة مهلتك وحسوزك في المنح والفرص. ولو عايز هي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمرارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده وبرضو هنا رابط خدماتنا بتختار الخدمة المناسبة ليك وبتملق استمرارتها وخدمة في عملاء القناة بتتواصل معك وبترتب معك كل شيء. تمام كده? طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي لآآ المنحة الخاصة بالماجستير والدكتوراه وكيفية تقديم. خلينا نروح نشوف الاعلان الرسمي للماجستير والدكتوراه. هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة داخل موقع الجامعة نفسه. تمام? فهنا هتلاقي مكتوبة عندك حاجة اسمها دي على اساس الماجستير والدكتوراه. انا اهو الجزئية بتاعتها هنا. هتلاقي كل التفاصيل موضح لك هنا بقى اني في راتب شهري ماجستير 2500 ليرة تركية بيتش دي تلاف ليرة تركية زائد سكن وعندك دراسة مجانا كل ده هتلاقيه موضح لك هنا. تمام? طيب الاعلان الرسمي للبكالاريوس برضو هتلاقيه هنا هتلاقي فيه التفاصيل الخاصة بالمنحة وكيفية التعديم. هيزهر لك هنا عندك للبكالاريوس تمام? كل التفاصيل هتلاقي هنا برضو تتطلع عليها وزي ما احنا وضحنا كل حاجة تلاقيه في الموقع الرسمي. طيب اه دلوقتي عشان اه نروح نشوف كيفية التقديم. انا بالفعل السنة اللي فاتت كنت شرحت المنحة دي وشرحت كيفية التقديم ليها ووضحت كل التفاصيل. والابليكيشن بتاع السنة دي هو نفسه بتاع السنة اللي فاتت مفوش اي اختلاف خلص. فخلينا دلوقتي هنروح نشوف كيفية التقديم للابليكيشن الخاص بالمنحة دي. تمام? طيب. لو حضرتك عايز بقى تقدم لمرحلة الماجستير والدكتوراه. هتلاقي كلمة قبلينا ودي هنا. هتضغط عليها عشان يفتح معاك لينك التقديم. عشان او التقديم. تمام كده? آآ التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. هتلاقي بيقول لك عندك هنا اعمل صين انت حط الايميل والباسورد بتاعك. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد. تعمل ايه? حضرتك تروح ضغط على دي عشان تعمل بقى على موقع المنحة من اول وجديد. تمام? لان انت كمستخدم جديد لسا ما عندكش ايميل وباسورد على الموقع المنحة. هنا هيطلع لك بعض الاسئلة تكتبها تحط الايميل بتاعك اسمك اسم العائلة تعمل تعمل باسورد جديد من عندك انت. وبعدين تضغط على الاشياء دي هنا انك موافق عليها وعلى الكباتش دي من هنا. تمام? وبعدين تضغط على كلمة كونتينيو. لما تضغط على كلمة كونتينيو هيوصلك رسالة على الايميل بتاعك فيها لينك تفعيل. تفعل اللينك. وبعدين تيجي هنا وتحط الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا. ايميلك. وتحط الباسورد اللي انت عملته. بعدين تضغط على كلمة ساين ان. تمام كده? فانا هحط الايميل بتاعي. وهحط الباسورد. عشان ادخل ليه الابليكيشن. وبعدين تضغط على كلمة ساين ان بعد لما تحط بيانات الابليكيشن بتاعك. طيب. هنا بيزهر لك الابليكيشن بالشكل ده. ومطلوب منك انك تجاوب على الخنات دي كلها. فهنا بيكلمك على جزئية البرسونال. اه معلوماتك الشخصية ومعلومات التواصل معاك زي عنوانك والخلفية التعليمية السابقة بتاعتك. وهنا لو عندك امتحان لغة انجليزية بتحط الامتحان اللي عندك. لو ما عندكش الامتحان خلاص بتسيب الجزئي دي فاضية. لو عندك خبرة في المرحلة. اه يعني لو عندك خبرة في العمل بتحطها هنا. هنا دي بالنسبة للوصائق زي تضيف سورة الجواز الصفر هنا. شهرة التخرج. التوصيات تحطها هنا. ولو عندك اي معلومات اضافية بتكتبها هنا. ولو خدت شهادات كورسات او جوائز او معاك شهرة تطوع بتضيف الاشياء دي هنا. بعد لما بتخلص كل هذه الخطوات بتنتقل الخطوة اللي بعدها. آآ بتخش على اللي هي بيبقى فيها وبتعمل بعدها وهنا طبعا بتضيف سورة شخصية لك. خلاص كده ده بالنسبة لابليكيشن التقديم لمرحلة الماجستير والدكتورة. طيب نرجع تاني بقى هنا لمرحلة البكالوريوس. الناس اللي عايز تقدم البكالوريوس هتيجي هنا تضغط على اعلان رسمي والتقديم لمرحلة البكالوريوس. هيفتح معنا الموقع بهذا الشكل. وهتلاقي هنا كل التفاصيل برضو. تضغط على هنا عشان يطلع لك المنح التفاصيل المنح ان انا شرحتها للبكالوريوس. وهنا ده لينك للتقديم هتضغط على كلمة قبلية ناو. عشان آآ تدخل لابليكيشن التقديم الخاص بدرجة البكالوريوس. تضغط عليها قبلية ناو. هيفتح لك الابليكيشن الخاص بالتقديم لمرحلة البكالوريوس. زي ما يفتح معنا دلوقتي بهذا الشكل. ساعات الموقع ممكن يكون بطيء شوية. تمام? فده الابليكيشن الخاص بمرحلة البكالوريوس في التقديم لدرجة البكالوريوس. فهنا هتكتب بياناتك تكتب اسمك. طبعا هنا مفيش عمل ايميل وباسورد للابليكيشن. هو بس صفحة واحدة كلها كده. فانت بتملى الصفحة دي بتكتب اسمك بقى الجندر بتاعك زي بالزبط كأنك يعني نفس الجزء اللي انا شرحتها في الماجستير والدكتوراه هتعملها هنا بالزبط. وتكتب جنسيتك. تكتب رقم التليفون بتاعك. الايميل بتاعك. اه تحط يعني تختار الكلية اللي انت عايز تقدم لها هي ايه? ايه الكلية اللي عايز تقدم لها? تختار هنا انت عايز تقدم لمنحة. تضغط على كلمة ياس وتكتب هنا اه نوع التمويل اللي انت عايزه فتكتب كلمة هنا. وتحمل بقى الوصائق بتاعتك الصورة الشخصية بتاعتك واخر مؤهل دراسي وسورة جواز السفر. ولو عندك اوراق اضافية شهادات او كرصات تحطها هنا. تمام? وطبعا تجاوب على الاسئلة المطلوبة منك هنا. وهنا تأكد المعلومات اللي انت كتبتها فيه. بيقول لك يعني متأكد من كل المعلومات اللي انت كتبتها فيه وان المنحة لها الحرية في آآ مراجعة جماعة اوراقك. فبتضغط على كل ده. وبتضغط على الروبوت هنا. تمام? وبعد كده بتضغط على سب ميت. لما تضغط على كلمة سب ميت يبقى انت كده قدمت لي المنحة بنجاح لدرجة البكالاجوس. وكده يبقى شفنا كل تفاصيل المنحة وعرفناها منحة ممتازة جدا صراحة فيها تخصصات عديدة متاحة لجميع المراحل الدراسية. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.